السلام عليكم انا الدكتورة علاء علي من منصة هاوس اكاديمي رح نبدي سلسلة محاضرة الكيمياء العضوية لمرحلة اولى اول محاضرة عندنا بعنوان Review of Atoms, Chemical Bonds and Stereochemistry رح نشرح بيها الذرة رح تكون مشنومة كونة رح نتعرض على الجدوى عناصر الذرية رح نشوف انواع الواصل الكيميائية ونشوف مصطلح الستيريو كيميستري بالبداية الكمبوزيشن of the atom يعني الذرة من شنو متكونة رح نتعريف الذرة هي البيسيك ستركشل اليونت of an element فشنو اسه الذرة هي الوحدة الاساسية اللي تتكون من عدها العناصر The new class is very small and very dense core at the center of the atom فعدنا هذه الذرة رح تكون متكونة من النواة اللي هي حتكون موجودة بوسط الذرة النواة رح تتكون من البروتونات والنيوترونات البروتونات البروتونات شحنة رح تكون موجبة والنيوترونات رح تكون متعادلة الشحنة فالبروتونز هتكون positive charge particles عبارة عن جسيمات مشحونة بالشحنة الموجبة The number of protons is indicated by the atomic number رح نرمزها بحرف Z فعدنا عدد البروتونات هو نفس العدد الذري الاتomic number يا حرف نرمز له Z النيوترونز قلنا هي متعادلة رح تكون neutral particle The number of neutrons is calculated from the mass number minus the atomic number رح نقدر نعرف عدد النيوترونات من خلال نطرح العدد الكتلي من العدد الذري ثالثا عدنا الالكترونز اللي هي ون رح تكون موجودة مدارات حول الذرة عدنا الالكترونز شحنتها رح تكون سالبة negative charge particles that are located in a diffuse region فشنو هسا عدنا الذرة رح تتكون من النواة النواة وين رح تكون موجودة بوسط الذرة تتكون من البروتونات شحنتها موجبة تتكون من نيوترونات متعادلة الشحنة The atomic mass الاتomic mass هي الكتلة الذرية is the weighted average of the masses of the isotopes of an element in atomic mass unit فعدنا الكتلة الذرية هي متوسط average of the masses of the isotope فهي متوسط كتل نظائر العنصر شنو رح تكون وحدتها atomic mass unit عدنا الواحد atomic mass unit يساوينا 1.66 في عشرة السالة 24 غرام هاي ممكن تجيكم سؤال MCQ The number of electron equal the number of protons فعدنا هسه شنو عدد البروتونات رح يساوينا عدد الالكترونات وبالسلايد الأول أخذنا عدد البروتونات رح يساوينا الاتomic number العدد الذري فإذا هسه شنو بما أنه عدد البروتونات رح يساوينا الالكترونات وشانت عدنا البروتونات تساوينا زت إذن شنو الالكترونات رح تساوينا العدد الذري isotopes النظائر هي عبارة عن atoms of the same elements that have different number of neutrons فعدنا العناصر رح تكون عدها خوات رح نسميها شنو isotopes اللي هي النظائر عبارة عن ذرات رح تمتلك نفس عدد البروتونات بس رح تختلف عندنا بعدد النيوترونات بما أنه هي رح تختلف بعدد النيوترونات فإذا شنو رح تكون هميا مختلفة بالعدد الكتلي لأنو إحنا قلنا العدد الكتلي الي هو شنو عندنا mass number رح نحصل من عدد البروتونات زائد النيوترونات فإذا هما رح يتشابهون بالعدد الذري ويختلفون بالعدد الكتلي فعندنا النظائر لنفس العنصر راح تكون متشابهة بالخصائص الكيميائية فور اكزامبل عدنا مثال على نظائر الهايدروجين اللي هو عدنا الهايدروجين الديتيريوم والليترايتم نلاحظ شنو هذا باللون الاحمر انه هنا واحد اثنين كلاثة وهذا شنو هذا العدد الكتلي فاذا النظائر راح تختلف بالعدد الكتلي فهما سوونا الجدول الذري حتى يميزون العناصر على اساس خصائصها الكيميائية والفيزيائية فعندنا الجدول الحديث هو راح يقسم العناصر الى جروبات كل جروب راح يحتوي على نفس الخصائص الكيميائية والفيزيائية مثلا مجموعة الفلزات السوية مجموعة اللافلزات السوية وهكذا عدنا الجدول الذري راح يتكون من الperiods اللي هي الدورة عبارة عن horizontal row راح تترقم من رقم واحد الى سبعة عدنا بالجدول الدوري مجموعتين اللي هي اللانثينيدات والاستينيدات عدنا اللانثينيدات هي راح تكون تابعة للدورة السادسة والاستينيدات للدورة السابعة vertical columns are referred to as group or families فساعدنا الhorizontal اللي هي راح تكون بالعروب هذي الperiods هذي الhorizontal بس عدنا الverical اللي هي راح تكون عمودية هي جي راح تمشي عدنا خلي اصوركم ياهو غير لون الverical هي جي راح تمشي عمودية وعدنا الhorizontal هي راح تمشي هي جي خط فعدنا الverical اش راح نسميها راح نسميها group او family وعدنا الhorizontal راح نسميها period اللي هي الدورة وقلنا مجموعتين عدنا اللانثينيدات والاستينيدات الاستينيدات تابعة للسابعة واللانثينيدات تابعة للسادسة chemical bonding الاواصر الكيميائية chemical bonding is the attractive force between atoms in a compound can be classified as فعدنا الروابط الكيميائية هي عبارة عن قوة تجاذب attractive force attractive معنات التجاذب force معناتها قوة between atoms in a compound فهي قوة ترابط بين الذرات في مركب معين انواع الاواصر الكيميائية راح تكون عدنا الكوفيلنت اللي هي التساهمية والايونيك اللي هي الايونية عدنا الاصرة التساهمية هنانا الذرة راح تشارك وهي الذرة اخرى بالالكترونات عدنا الاصرة التساهمية الكوفيلنت راح تنقسم الى polar covilent or non polar covilent polar covilent معناتها قطبية راح تحمل شحنة سالبة من الطرف وشحنة موجبة من الطرف الآخر والnon polar covilent هي راح تكون غير قطبية عدنا الايونيك اللي هي الايونية راح تنقسم الى كاتايونز اللي هي الموجبة والانايونز اللي هي السالبة هسا نجي على مصطلح الالكترون نجاتيفتي الالكترون نجاتيفتي is a measure of the ability of an atom to attract الالكترونs in a chemical bond فهي قدرة الذرة على جذب الالكترونات في الاصرة الكيميائية and the difference in الالكترون نجاتيفتي is used to classify chemical bond معناتها شنو؟ احنا كل عنصر راح يكون عنده الالكترون نجاتيفتي معينة مثلا يعني هذا اللي هسا راح احكيه يعني مو صاحب مثال حتى تتقربوا الصورة لكم اكثر مثلا الهيدروجين راح تكون عندنا الالكترون نجاتيفتي الى 0.5 وعندنا الفلورايد الالكترون نجاتيفتي مثلا 0.7 لما راح نجي نطرح الـ 0.7 من الـ 0.5 اش قد راح يطلع عندنا 0.2 النوتج اللي راح يطلع عندنا من فرق الالكترون نجاتيفتي لعنصرين معين هو راح يحددنه نوع الاسرة الكيميائية فهناش يقول اذا كان الفرق difference of 0.5 and less هاذي ش راح تطلع عندنا non polar covalent فاذا طلع عندنا ناتج الطرح للالكترون نجاتيفتي لعنصرين معينة 0.5 او اقل هاذي ش راح نقول عليها non polar covalent اذا طلع عندنا الفرق بين 0.5 والاثنيا هاذي polar اذا طلع عندنا الفرق اثنيا او اكثر هاذي حتكون ايونيك فهذا مثلا هذا المثال اللي اخذنا 0.2 اذا هاذي شنو راح تكون هتكون non polar covalent covalent اذا طلع عندنا 0.8 هاش راح تكون polar covalent واذا طلع مثلا عندنا 2.2 او 3 هاذا شنو هيكون ايونيك فهذا شنو عندنا الكيميكال بوند الاصرة الكيميائية هي عبارة عن شنو قوة تجاذب بين الكترونات الذرات بالتالي راح تكون اما هي اصرة تساهمية covalent حيكون عندنا بها نوعين polar والnon polar او راح تكون اصرة ايونية راح تتحدد الاصرة الكيميائية حسب الالكترونيكتفتي للذرة راح نطلع الفرق بين اوتهم نطرح الالكترونيكتفتي للذرتين الفرق اللي راح يطلع هو راح يحدد لنا الاصرة ومثل ما قلنا اذا طلع 0.5 واقل هذي non polar اذا طلع عدنا 0.5 الى 2 هذي polar واذا طلع عدنا 2 او اكثر هذي ايونيك naming compound and writing formula of the compound هسا احنا شون راح نجي نكتب العناصر فعدنا بالبداية الايونيك كمباونت المركبات الايونية name الكتايون followed by the anion فعدنا بالبداية نستعمل العنصر اللي حيكون شو هنته موجبة بعدين السالبة فمثلا هنانا عدنا ال NaCl ال Na راح يكون موجب والCl راح يكون سالب فبالتالي شون راح نبدي الاسم راح نبدي الموجب يلا السالب فإذا شنو صوديو كلورايد هنانا عدنا Na positive لا برا راح نبدي عوالشي بالموجب اللي هو الصوديو الاخسجين substance Sodium Oxide عندنا هنانا Lithium والSulfur Lithium Positive Sulfur Negative فصار عندنا Lithium Sulfide عندنا Aluminium والBromide Aluminium Positive Bromide Negative صار عندنا Aluminium Bromide وعدنا Calcium والOxygen Calcium Positive Oxygen Negative صار عندنا Calcium Oxide عندنا المركبات الائونية الائونic compound قسم منها رح نسميها Transition Metals المعادة الانتقالية رح يكون عندها كذا ايون مثلا عندنا الحديد رح يكون عندنا Positive 2 أو Positive 3 مثلا الCoper Positive 1 و Positive 2 زياد هل هنا رح تكون عندنا مشكلة بالتسمية؟ طبعا هو نفسه حديد بس رح يختلف الائيونات مالتب فبالتالي سوونا نظامين حتى نتجنب هذه المشكلة النظام الاول سموه Stock System والنظام الثاني سموه Common Novinculature System نجي هنا على Systemic Name Systemic System Stock System بالبداية نشوف الكاتايون Charge رح نشوف الشحنة الموجبة اش قد هنا اول شي المثال مثلا هذا الFES CL2 رح يكون positive 2 الكاتايون نيم العنصر اللي حتكون شحنته موجبة شنو اسمه هنانا حديد وخلى يما رقم اثنين ترمز شنو للشحنه ماته اللي هي موجبة اثنين شو رح يصير الاسم ايرون كلورايد واهم شي عندنا هذا رقم اثنين اللي هو رح يدل عليه الايونات نجي هنا الFES CL3 شقد الشحنة الموجبة positive 3 همين هو شنو اسمه العنصر اللي حتكون شحنته موجبة هو ايرون بس رح نغير الرقم نسويه ثلاثة فش رح يصير عندنا ايرون ثلاثة كلورايد وهكذا هنا عندنا الكوبر هذا positive 1 همين نجي نكتب كوبر 1 كوبر اوكسايد واذا كان عندنا positive 2 كوبر 2 كوبر 2 اوكسايد خلصنا هذا الاستوك سيستم نجي على السيستم الثاني السيستم الثاني شو رح يقول همين بالبداية نحدد العنصر اللي شحنته تكون موجبة ونشوف اش قد الشحنة positive 2 positive 3 او positive 1 بس شنو صارت عندنا تسمية ثانية اذا كان positive 2 الحديد رح يكون اسمه في الرص واذا كان positive 3 رح نسميه فرق عندنا الكوبر اذا كان positive 1 نسميه كوبرس واذا كان positive 2 نسميه كوبرك فصارت عندنا التسميات فرص كلورايد وفرق كلورايد الفرص هو شنو قلنا positive 2 فرح نعرف انه الفرص هو الحديد positive 2 ما نخلي هذا الرقم مثلا قبل شوية بالستوك ستميه هنا لا غيرت التسمية وهي التسمية رح تدل على عدد الآيونات من رح نسمع بالفرق نعرف هذا positive 3 نسمع بالكوبرس هو positive 1 والكوبر والكوبر وهو جيد positive 2 ادنا المونو اتوميك ايون مونو معناتها احادي فشنو هسه هي الايونات اللي تتكون من single اتوم ذرة مفردة البولي اتوميك معناتها اكثر من ذرة مثلا ادنا الهايدروكسايد ايون هيدروكسايد من شنو تكون من الهايدروجين والاكسيجين are composed of two or more atoms bonded together فعدنا الفولي اتوميك ايون هي ايونات اللي رح تتكون من اكثر من ذرة مرتبطة مع بعضها كذلك عدنا هذا الايون الو اجسالب رح يرتبط ويا ايونات اخرى عن طريق شنو عن طريق الاصرة الايونية بس شنو عدنا نفس هذا الايون رح يكون مرتبط سويا عن طريق شنو الكوفيلانت بوند يعني الOH شنو الاصرة بيناتهم كوفيلانت بينما الOH اذا ارتبط ويا ايون اخر شنو رح تكون هنا الاصرة اصرة ايونية هذي مطلوبة من عدكم mcq مهمة عدنا المركبات التساهمية شو رح نسميها شي يقول اول شي first element first فاول شي نخلي تسمية العنصر الاول ناخذ هذا المثال N204 النايتروجين والأكسجين هنا من العنصر الاول هو النايتروجين فاذا رح نبدأ التسمية بالنايتروجين زي بعدين يقول the second element العنصر الثاني وش رح نضيف ل IDE العنصر الثاني منه هنا الاكسجين فش رح نقول oxide رح يصير اسمه l-ide هاي الاضافة l-ide زي شي يقول بعد use the prefixes of die try to donate the number of atoms of each element in the compound رح نستعمل كلمة ثنائي ثلاثي رباعي أو خماسي حتى الدول على عدد الذرات اللي متكون منها المركب مثلا هنا نعدنا نيتروجين اثنين فإذا هذا شنو ورح نخليها بالبداية فاش رح يصير عندنا die nitrogen الأكسجين اش قد اربعة تترا فاش رح يصير عندنا tetro oxide فاش صار عندنا هذا المركب die nitrogen tetro oxide زي هس بالبداية قلنا المركبات التساهمية نبدي بتسمية اول عنصر ونشوف اش قد عدد الذرات إذا كان ثنائي نخلي داي إذا كان ثلاثي نخلي تراي بعدين نجي على تسمية المركب الثاني الذرة الثانية نخلي النهاية IDE وهمين وهمين نشوف عدد الذرات نرجع نعيد المركبات الايونية جنا نبدي بالايون البوزيتب الموجب بعدين الايون الصالب رح نجي على مثال بالكليني فعدنا حصل كلا هي من شنو رح تتكون رح تتكون من ايونات الكاليسيوم ذائبة بالمي هذي همين ممكن تيجيكم MCQ هسا شنو عدنا صار حصل الكيلة الكيدني ستونز هي من شنو متكون من الكاليسيوم كاتايونز الموجبة ترتبط ويا ايونات صالبة اللي هي عدنا الاوكزاليت او الفوسفيت فش رح يصر عدنا اسم المركب الكاليسيوم مويا الاوكزاليت كاليسيوم اوكزاليت والكاليسيوم مويا الفوسفيت كاليسيوم فوسفيت عبارة عن شنو هذي الثنيا عبارة عن مركبات ايونية رح تكون soluble in water ذائبة في الماء رح يصير شكلها مثل الكريستالات بس حتكون ثلاثية الابعاد هذه الحاسمان كلا فشنو عدنا هذي الكريستالات رح تسبب بتوقف مسار الادرار اما بالكلة او بالمثان البلد هي رح تتجمع وتصير عدنا حصة كبيرة فانو هي تكون كافية تسوي انسداد للفلو جريون فرح تبدي عدنا شنو رح تبدي عدنا painful symptoms اللي هي عدنا الاهراض الالم حسة عدنا properties of ionic and covalent compound خصائص المركبات الايونية والتساهمية رح نقارن باربع شغلات اول شي physical state الحالة الفيزيائية ثاني شي melting and boiling point اللي هي عدنا درجة الذوبان ودرجة الغليان ثالثا structure of compound in solid state تركيب شكل المركبات بالحالة الصليبة واخر شي عدنا solution of ionic and covalent compound محاليا اللي تحتوي عليه المركبات الايونية والتساهمية اول شي عدنا المركبات الايونية بالنسبة عدنا الحالة الفيزيائية رح تكون solid at room temperature رح تكون صليبة بدرجة حرارة الغرفة اللي هي مثالها شنو عدنا NACL KCL NA NO3 بالنسبة عدنا للمركبات التساهمية الكوفيلان compound الحالة الفيزيائية لها رح تكون اما solid صليبة مثالها عدنا الجلوكوس او رح تكون سائلة liquid مثالها الووتر والإيثانون او رح تكون غاز اللي هي الغاز مثالها CO2 والميثان نيجي عليه الملتينج والبويلنج point درجة الذوبان والغليان الايوني compound have higher melting point and boiling point than covalent compound فعدنا كل المركبات الايونية رح تمتلك درجة غليان وذوبان اعلى من المركبات التساهمية ثالثا هسا نيجي على structure الشكل التركيب عدنا المركبات الايونية رح تكون solid crystalline فعدنا هتكون صليبة على شكل crystal رح تتميز انه هي regular structure رح يكون شكل منتظم بينما عدنا الcovalent compound رح تكون اما crystalline او رح تكون non regular فهي اما رح تكون منتظمة او غير منتظمة عدنا الغير منتظمة اللي هي شرح نسميها بالامورفوس امورفوس معناته عديم الشكل رابعا solution هسا عدنا المحالي لما رح نجيب مركب ايوني نذوب بالمي dissolve water شرح يصرب بالمركب الايوني المركب الايوني رح يتفكك الى ايونات المجبة والسالبة بالتالي هذا المحلول اما رح يحمل شحنة موجبة او سالبة فعدنا المحلول solution conduct electricity فلما المركب الايوني ذاب بالمي وهذا المي صارت بيه شحنات كهربائية اذا شنو هذا المحلول صار صار قابل التوصيل يعني رح تكون بيه كهربائية conduct electricity فاش رح نسمي المركبات الايونية حنسميها الكترولايت الكترولايت معناتها شنو معناتها هي لما رح تذوب بالمي رح تبعث ايونات موجبة او ايونات سالبة عندنا المركبات التساهمية لما نجي نذوبها بالمي doesn't dissociate ما رح تتفكك فاذا هي شنو non الايكترولايت هذا السلايد كلش مهم وممكن يجيكم على شكل mcq مطلوبة اهم نقطة تركزون عليها انه المركبات الايونية رح تحمل درجة ذوبان وغليان اعلى من المركبات التساهمية وعدنا المحاليل اللي تحتوي على المركبات الايونية رح تكون conduct الايكترستي تبعث لنا كهربائية ورح ما يصير بها تفكك بالمي فاذا هي non الايكترولايت خلصنا الجزء الاول من المحاضرة وتعرفنا على الذرة والجدول الذري والمركبات الايونية والمركبات التساهمية وشنون نسميها نجي على الجزء الثاني من المحاضرة اللي هي الكيمياة العضوية the chemistry of carbon تعريفها the organic chemistry is the study of carbon containing compound فاذا الكيمياة العضوية هي رح تختص بدراسة عنصر الكاربون وشون رح يكون موجود بالمركبات معينة all organic compounds are classified as hydrocarbons or substituated hydrocarbons فإذا عدنا كل المركبات العضوية رح تنقسم إلى hydrocarbons المركبات الhydrocarbons أو او عدنا مشتقات الhydrocarbons الhydrocarbons contain only carbon and hydrogen atom هي من اسمها hydro وcarbon الhydro معناته شنو hydrogen والcarbon معناته carbon فاشصارت عدنا التسمية hydrocarbon اللي هي حتتكون من شنو carbon وhydrogen عدنا المركبات الhydrocarbonية أما رح تكون أليفاتك أو رح تكون أروماتك الأليفاتك اللي هي عدنا الألكان الألكين والألكاين والأروماتك اللي هي الأروماتية اللي شرح تحتوي على حلقة البنزين بنزين رين فإذا هسا شنو عدنا الكيمياء العضوية رح تختص بدراسة عنصر الكاربون ووجودة بالمركبات العضوية عدنا الhydrocarbonات رح تتكون من ذرة الكاربون وذرة الhydrogen الhydrocarbons رح تنقسم إلى أليفاتك اللي هي عدنا الألكان الألكين وألكاين ورح تتقسم إلى الأروماتك اللي هي رح تحتوي على حلقة البنزين عدنا الأليفاتك hydrocarbons may be saturated أو رح تكون عدنا unsaturated المقصود بالsaturated معناتها حتكون الأواصر مفردة بين ذرات الكاربون والهايدروجين بينما الunsaturated رح تكون عدنا أما double bond أو triple bond رح تكون الأواصر أكو ثنائية وأكو ثلاثية فإذن هسا شنو عدنا الهايدروكاربون ستنقسم إلى آليفاتك وأروماتك والآليفاتك رح تنقسم إلى saturated وunsaturated قلنا السaturated كل الأواصر بالمركب العضوي رح تكون single مفردة بينما الunsaturated رح تكون عدنا أما آصرة مزدوجة أو آصرة مفردة نانا نجي على هاي الأمثلة الألكان اللي هو شنو هنا رح نجي نشوف الأواصر هاي أصرة مفردة وهاي أصرة مفردة فإذن شنو هذا رح يكون saturated نجي عليه الألكين شنو رح نلقي آصرة مزدوجة فإذن هذا شنو unsaturated نجي عليه الألكين همي رح نلقي آصرة ثلاثية triple فإذن هذا شنو unsaturated ناخذ أول شي عندنا مجموعة الألكان الألكان are saturated hydrocarbons with the general formula CNH2N plus 2 فعدنا الألكانات هي عبارة عن مركبات hydrocarbons saturated 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 معناتها مشبعة فهي مركبات hydrocarbons مشبعة الصيغة الكيميائية لمركبات الألكان هي CNH2N plus 2 هذي شنو معناتها معناتها الـ الن هذي هي عدد ذرات الكاربون وهذي هنا نهمي إن الن هي عدد ذرات الهيدروجين فعدنا مجموعة الألكان راح تكون غير قطبية non-polar يعني ما بيها شحنات موجبة أو سالبة راح تكون water insoluble غير ذائبة في الماء راح يكون عدها low melting and boiling يعني درجات غليان وذوبان قليلة إذا كان عدنا 2 organic molecule يعني جزيئات عضوية with the same molecular formula but different bonding pattern فإذا كانت عدنا جزيئات عضوية تحتوي على نفس التركيب الجزيئي نفس molecular formula بس شنو راح تختلف طبيعة الأواصر بين الجزيئات different bonding pattern فبالتالي هي ش راح يتغير بيها يتغير physical والchemical properties راح تتغير خصائصها الكيميائية والفيزيائية هذي الجزيئات اش راح نسميها بالآيزومير الآيزومير شنو معناتها نفسخ الكلمة الآيزومير شنو معناتها آيزو معناتها similar و مير معناتها peace similar معناتها مشابه و peace معناتها قطعة فاشصارت القطعة المتشابهة هي بشنو حتتشابه بالموليكولار فورميلا بس راح تختلف عدنا خصائصها الكيميائية والفيزيائية نتيجة اختلاف البوندينك باترين طبيعة التآصر عدنا السايكلو ألكان هو نوع من المركبات الهجروكاربونية جماعة الألكان بس شنو راح يكون الأسرة بيه ring structure أسرة حلقية مو أسرة خطية خلصنا الألكان نجي عليه الألكين والألكاين الألكين والألكاين هي unsaturated hydrocarbons فهي مركبات هيدروكاربونية غير مشبعة because they have at least one double bond or triple bond ليش راح تكون غير مشبعة لانه على الأقل راح تحتوي على أسرة واحدة مزدوجة اللي هي عدنا الألكين والأسرة الثلاثية راح نلقيها بالألكاين الألكين have the general formula CNH2N والألكاين have the general formula CNH2N minus 2 هسا خلصنا المركبات العضوية أخذنا مثالها الأليفاتيك والأروماتيك وقلنا الأليفاتيك راح تنقسم إلى مشبعة اللي هي عدنا الألكاين والغير مشبعة اللي هي الألكين والألكاين هسا راح نجي على البارت الثالث من المحاضرة اللي هي عدنا الستيريو كيميستري بالبداية أريد أشرح لكم مصطلاح الستيريو آيزوميرزم حتى تفهمون الباقي نجي على هاي الكلمة نشوف تفاصيلها استيريو استيريو معناتها solid اللي هو شنو صليبة عدنا الآيزو معناتها similar اللي هي شنو مشابه المير المير معناتها piece اللي هي قطعة عدنا الإزم اللي هي الكونديشن الحالة فإذن هو شنو القطع المشابهة في الحالة الصليبة إذن عدنا الستيريو آيزوميرزم معناتها القطع المشابهة في الحالة الصليبة عدنا مصطلاح عدنا مصطلاح الستيريو كيميستري من اسمه استيريو كيميستري فإذن العلماء سوونا علم اسمه الستيريو كيميستري حتى شنو يدرسن هذي المركبات اللي رح تكون متشابهة بالحالة الصليبة بس شنو رح يكون عدها ترتيب مختلف بالفضاء شوفوا عدنا المركبات رح تكون أكون مركبات متشابهة تمام رح يكون لها نفس الصيغ الكيميائية بس الترتيب الثلاثي الأبعاد لها رح يكون مختلف توزيعها بالفضاء رح يكون مختلف العلم اللي رح يدرسنا هذا الشي رح نسمي بالستيريو كيميستري الستيريو آيزومير قبل شوية أخذناها أنه هي معناتها القطع المشابهة بالحالة الصليبة تعريف 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 موليكول موليكول هاي الكلمة هاي الكلمة جاية من الكلمة الأغريقية اللي هي رح يكون معناتها هاند معناتها يد الكايرول شنو معناتها معناتها إذا كانت عندنا ذرة كاربون تكون موجودة بالوسط وسطية ذرة كاربون وسطية تكون محاطة بأربع جروبات مختلفة يعني مثلا هنانا X هنانا Y هنانا Z هنانا W هذه رح نسميها رح نسميها كايرول أما إذا كانت مثلا هنا محاطة X بX لا هذه رح تكون كايرول فإذا شنو عندنا ذرة الكاربون اللي رح تكون موجودة بالوسط ومحاطة بأربع جروبات مختلفة هذي يسميها كايرول نرجع على تعريفة الكايرول كاربون أتوم A كاربون أتوم that has four different groups bonded فهي شنو عندنا ذرة كاربون محاطة بأربع جروبات مختلفة Any molecule containing a كاربون is a كاربون molecule فعدنا أي جزئة تحتوي على ذرة كاربون كايرل هذا شرح نسميه المركب كايرل كايرل molecule and will exist as a pair of inantiomer رح نجيه على المصطلح الثالث اللي هو الانانتايومير شوفوا بشكل بسيط الانانتايومير معناتها هو صورة صورة المرآة للمركب يعني مثلا هنا نعدنا هذا وهي عدنا امرأة نجي نشوف شنو الترتيب رح يكون الوسط اللي هو الكاربون C محاط بأربع جروبات مختلفة إذا تلاحظون A B C D زين هذا إذن شنو صار عدنا هذا كايرل لما رح نجي نشوف بالمراية شو رح يصير رح تنعكس الاتجاهات اليمين صور يسار واليسار صور يمين فش صار عدنا الترتيب A B C D قبل شوية البي وين كان البي كان هنانا هس وين صار من نانا انعكست الاتجاهات بس شنو عدنا الترتيب نفس بقى A Fog C جو B D على الأطراف ما انقلب التركيب مات فإذن هذا شنو هنسمي إنان تايومير هس شنو الإنان تايومير بالبداية لازم شي يكون كايرل رح يكون محاط بأربع جروبات مختلفة لما نجي نشوف بالمراية إذا بقى نفس معكوسة هذا رح نسمي إنان تايومير عدنا بعد مصطلح اللي هو النون سوبر امبوسابل النون سوبر امبوسابل معناتها مثلا هذا المركب إذا إجينا خلينا فوق هذا المركب هل هم رح يطابقون لا هنا ال B رح يصير فوق D وال D رح يصير فوق ال B فإذن شنو ما الطابق فاش رح نسميه شوفوا يعني حتى السوبر امبوسابل لعت شنو مثلا إذا جبنا الدوراق اللي أخذتو بمختبر الكيمية وشفتوه بالمرأة هل إنه صورة الدوراق رح تطابق ويا الدوراق اي نعم رح تطابق ما صار عدنا يعني من عكسة الاتجاهات بينما من تجون مثلا تحطون إيدكم اليمين فوق إيدكم اليسار رح تختلف رح تكون نون شون رح تكون إنان تايومير وبالتالي هي ش رح تكون كايرل إذن هذن المصطلحات وحدة مرتبطة حتكون باللخ نرجع هنا نجد يقول a molecule containing chiral compound والكايرل شنو قلنا قلنا هو محاط بأربع قروبات مختلفة is a chiral molecule and will exist as a pair of إنان تايومير فإذن الكايرل molecule ش رح وقلنا إنان تايومير وقلنا إنان تايومير رح يكون شنو non super impossible إذن الصورة ما رح تكون متطابقة هذا عندنا السلايد هو دي يحشي نفس الحاج إنه الموليكول اللي حتكون ABCD رح تكون عندنا ذرة كاربون وسطية رح تكون محاطة بأربع جروبات مختلفة اللي هي عندنا ال-A وال-B وال-C وال-D رح يصير عندنا two possible way to arrange the group rather than one رح تكون عندنا يعني طريقتين نرتب بها العناصر مو بس وحدة each isomer is bonded together through the exact same bonding pattern yet the two molecules are not identical فشنو هو يعني المركب رح يتكون من ABCD بس رح يكون الشكل مادة مختلف فبالتالي شنو رح يكون عندنا شكل ثاني not identical غير متطابق if they were identical they would be super impossible إذا كانت عندنا الصورة متطابقة فإذا هذا رح يكون عندنا super impossible اذكروا المثال للsuper impossible هو شنو الدوراق اللي أخذته بمختبر الكيمية ورح تجون تشوفون صورته بالمرأة رح تلقون صورة الحقيقة متطابقة وي صورة المرأة فإذا هذا super impossible وبالتالي هو شنو هو a chiral غير chiral this means you can place the two molecule on the top of one another and every atom and every bond of the two lie on the same place space مثل نفس قلت أنه يعني رح نجي نخلي صورة فوق صورة رح العناصر تكون متطابقة والأواصر رح تكون متطابقة بالتالي هذا super إذا كانت عدنا صورة غير متطابقة not super impossible اللي هي شنو نفسها قلنا a chiral فإذا هذي شنو رح نسميها stereo isomer إذا شنو عدنا اللي stereo isomer بنسمها قلنا الحالة الصلبة لقطع متشابه ش رح تساوي إنا chiral ش رح تساوي ال inantiomer ش رح تساوي ن non super impossible هذول الأربعة وحدة تكمل اللخ نرجع نعيدهم stereo isomer هي مركبات رح تحمل نفس التركيب الكيميائي بس رح يختلف توزيعها بالفضاء chiral هو ذرة الكاربون اللي رح تكون موجودة بالوسط وتحاط بأربع جروبات مختلفة الإنان تايومير هي الصورة صورة المرآة بشرط أنه يبقى نفس الترتيب بس الاتجاهات معكوسة وأخذنا المثال هذا تحاط 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 بس بس يختلف لدي والبي صار اليسار يمين واليمين يسار وآخر شي شنو عندنا انه super impossible بلغنا انه الصورة هتكون غير متطابقة زين هسا نجي على موضوع rotation of a plane polarized light تدوير محور الضوء المستقطب ستيريو ايزومير can be distinguished from one another by their different optical properties عندنا الستيريو ايزومير العناصر رح نقدر انميز واحد عن اللاخ عن طريق الoptical properties اللي هي الخصائص البصرية each member of a pair stيريو ايزومير will rotate a plane polarized light in a different direction فس شنو عندنا كل قطعة من الستيريو ايزومير عند القدرة انه يغير انه محور الضوء المستقطب اما رح يكون لليمين يغير اتجاه او لليسار رح نقدر نقيسها عن طريق البوليريميتر هذا ممكن يجيكم mcq تختارون اسم الجهاز is used to measure the direction of rotation of plane polarized light هو رح يقيسن درجة الدوران او اتجاه الدوران اما اليسار او اليمين compound that rotate light in clockwise direction are term dextro rotatory and design positive فعدنا هسه المركبات اللي رح تقدر تغير النا اتجاه الضوء المستقطب الى يعني ويعقار بالساعة يعني الى اليمين هذه رح تكون اسمها dextro rotatory رح تكون نطيها positive الزائد بينما عدنا المركبات اللي رح تسوي دوران rotate محور الضوء عكس عقار بالساعة counter clockwise رح نسميها levo rotatory نرمز لها بحرف الأل ورح نطيها السالب فاذا هسا شنو عدنا المركبات الستيريو ايزومير عدها القدرة انه تغير انه اتجاه الضوء المستقطب اما لليمين او لليسار شن رح نعرف درجة الدوران لليمين او اليسار عن طريق منه الpolirometer هذا اذا كانت درجة الدوران وي عقار بالساعة هش تمشي عقار بالساعة من الثنعش للثنعش رح تكون عدنا سميها دكسترور روتيتاري ونطيها البوزيتف اما اذا كانت عكس عقار بالساعة لليه هش رح تمشي هذي رح نقول عليها رح نطيها السالب عدنا مصطلح الرسمic ميكسجر المحلول الراسيمي المحلول الراسيمي اللي هو رح الانانتايومير رح يحتوي على كميات متساوية من الانانتايومير يعني رح يحتوي على 50% دي و50% أل فإذا هذي قد رح يساوي مات الدرجة دوران الضوء المستخطب هي حيكون عدنا صفر فبالتالي هذي شنو هي رسمي ميكسجر الداي استيرومير هي استيرو ايزومير with مور than one chiral center هي من اسمها داي داي معناتها شنو ثنائي استيرو ايزومير أخذناها قبل شوية هي الكايرل فإذن والكايرل قلنا هو هيكون بي carbon center بما أنه داي فرح يكون عدنا اثنيا carbon center عدنا مصطلح الفشر projection الفشر projection هو two dimensional drawing هو رسمة ثنائية الأبعاد two d of a molecule للجزيئة that show caryl carbon at the intersection of two lines عدنا الhorizontal line رح يمثل الاصرة projecting out of the page والvertical line represent bond that project into the page عدنا الgeometric isomer are a type of stereoisomer فهو شنو عدنا نوع من stereoisomer هو ش رح يكون cis و trans of cyclo alkan قلنا cyclo alkan هي شنية هي عبارة عن الالكانات تحتوي على أسرة حلقية فإذن شنو عدنا stereoisomer قلنا هي نفس المركبات بس رح يكون عدنا توزيعها بالفضاء مختلف فهنا دي يقول أنه هي cis والترانس هي عبارة عن cyclo alkan stereoisomer that differ from one another in arrangement of substituent in space consider the following view of cis and trans of isomer of one two dichloro cyclo hexane بس عدنا هنان هاذ ال one two dichloro cyclo hexane رح نلاحظ شنو شون حتعرفون هذا cis وهذا trans بشكل مختصر إذا كانت هنان عدنا cl رح يمثل لنا خط طولي بينما هنان عدنا cl رح يكون عدنا اتجاه هي شي اتجاه الخط إذا كان الخط عدل هذا رح يكون cis أما إذا رح يكون trans آخر موضوع عدنا ال biochemical importance of chirality حسنا شنو رح نستفاد من هاي من بالمختصر هي الفائدة أكثر شي حتكون عدنا بالأدوية ويعني طلاب الصيد اللي رح يكون عدهم details أكثر عدنا مثلا أدوية رح تكون يعني تحتوي على كذا ايزومير بالتالي ايزومير عن ايزومير رح يختلف مثلا بدرجة السمية بدرجة الأعراض الجانبية اللي ممكن يسببها وهميا بدرجة فعالية الدول فعندنا جسم الإنسان تركيبه وتشكيله رح يكون كايرل شون رح يكون عندنا القلب lying to the left of center and the liver lying to the right of the center عندنا القلب رح يكون مائل إلى جهة اليسار من وسط الجسم والكبد اللي رح يكون مائل إلى جهة اليمين عندنا مركبات كايرل بيها أخرى اللي هي عندنا الكاربوهيدرات النيوكلتايد الفوسفوليبيد والبروتين Most pharmaceuticals are كايرل وعندنا أغلب الأدوية رح تكون كايرل Usually one mirror image form of a drug provide the desire effect فعندنا مثلا كذا دو بكذا مرأة صورية بكذا ايزومير تقريبا صورة وحدة هي اللي رح تطين المفعول اللي احنا ريد بينما عندنا صور الأخرى اللي رح تطلع هي أما رح تكون inactive غير فعالة أو هي رح تكون less active فعاليتها قليلة In some cases the other mirror image form of a drug actually has severe side effect or toxicity وبحالات عندنا أخرى مرات صور يعني درجة سمية عالية أو أعراض جانبية عالية فعندنا الدواء هو أما رح يكون بالفعالية اللي احنا ريدها desired effect أو هو رح يكون غير فعال inactive أو فعاليتها قليلة less active أو رح يكون عندها severe side effect أعراض جانبية شديدة or toxicity اللي هي السمية moreover selecting selecting one inantiomer by physical separation as effective drug فهم شنو رح يختارون inantiomer معين ييفصلو فيزيائيا physical separation as effective drug رح يختارو ويفصلو فيزيائيا ويقولون أن هو هذا الدواء رح يلطينا المفعول اللي احنا ريد طلاب بالنسبة لهاي المحاضرة هي فهمية أكثر من حفظية احنا قسمناها ثلاث بارتات أتصور البارت الأول والثاني سهلات ما بها شي بس البارت الثالث شوي يحتاج لتركيز يحتاج لفهم أكثر من الحفظ وذا عدكم أي سؤال تقدرون تكتبون بالتعليقات أو تنضمون لجروب التليجرام بالتوفيق لكم